أكيد أكيد أقول لك هو ش أنت بالضبط؟ ابني مدمن على البرامج الصباحية بالقناة الفضائية العراقية أكيد شقا صالة؟ صالة 3 سنة، ما بقى دكتور ما ودينا لهيه أكيد يعني يقعدوا الصبح حتى يشوفين؟ كل البرامج يشوف لعد وين دور الأهل؟ بعد؟ قل لي يسمع البرنامج الإذاعي مع النزار الفارس أكيد أقول لك هو يحشي؟ سأله شوف راح يحشيك مثل مقدم من البرامج الصباحية شوانك حبيبي؟ شوانك عمو؟ أهلا وسهلا بالضيف الطبيب وقبل ما نرحب بالضيف الطبيب ونقول لنا صباح الخير على عيونك الحلوة نقول الجمهور العزيز صباح الحب مؤثر بالجمال وبالسعادة وصباح الحب عليكم كلكم وأهلا وسهلا بك دكتور ونروح فاصل ونرجع لكم سبحان الله عبالك مقدم برنامج صباحي أستاذ المشكلة متأثر بين ملد وبنات يعني هساهم تسوي الفيسمة البكر خالد والشعر مع شي ما قاسم؟ أكيد بابا أنت شي اسمك؟ نشكر الدكتور على هذا السؤال المهم السؤال الرائع السؤال العظيم السؤال المهم السؤال اللطيف شبك؟ هو سؤال صخيف اش سألتك عني؟ شي اسمك؟ أستاذ مهم مقدمين برامج الصباحية لازم يضخمون من أشياء التافة تدري عدم تلس ساعة لازم يملون يعني زي مهم نشوف هاي البرامج يعني يستفاد من هاشي؟ أستاذ شي يستفاد الله يخلي كلنا ثلاثة أربعة نخريط هاك استلم هاي هاي شين؟ هاي تفرج على برنامج فقرة الطبخ قالوا شون يسون الكيكة فاشتغلوا إياهم بالضبط طلعت هاي الطابوقة مستحيل هاي كيكة جمهوري وهنا لنا عندنا سؤال موجه للطبيب دكتور شلون نقدر نسوي تشريب خالي من الدسم؟ وين كون يجحتي؟ هو التشريب كل مكوناته مصحية لا غلطة عن دكتور أصلا البارحة سوينا مندي دايت وطيناه للوالد وتسمم والله انتوا لوثتوا مفاهيم الناس وبعد ما لوثنا مفاهيم الناس نروح نسمع أغنية صباحية جميلة ونرجع لكم آقاف انتوا مقدمين البرامج مو تروحون تجون هواية؟ أدري مقدمين لو سواكية الله يخليك دكتور اشتح جدتا عندنا مقدم برامج جيراننا راح تفاصل ما رجع لحد هسه اشتعف عن الحلاقة؟ الحلاقة هي عملية قص الشعر أكيد وقص اللحية أكيد والذي يقوم بهذه العملية ما يسمى بالحلاق أكيد نعم واللي ترى الصورة بحجمها الطبيعي اضغط على الصورة أكيد أقول لك مو هو يقال أكيد؟ استاذ هاي أقل كمية أكيد تنقال بالبرامج الصباحية وطبعا احنا دنعالج هذا العلاج أنت أكيد هذا حتى ما يقول أكيد دا يستعملها صالة ثلاثة سنين الحمد لله جاب نتيجة ممتازة أكيد استاذ هذا حال تكون لش خطأ يعني وحفظ يوم يسمح له معلومة طبية ويسوي لك هذا واليوم جبنا لكم معلومة طبية جديدة أكيد استر على اللثة وبسبب المعلومة الخريط اللي لقناها راح نروح فاصل ونرجع لكم والله كتلت لي يا أبني ما تقلت شان فاصل جايب وياك دكتور الله يخليك أنا أريدك شوية تستعجل لنا لنعدي العصر برنامج شباب وبينات وهذا الرادلطان أكيد هذا شوية حشي طبيعي هاي بس الفاصلية شو الله استعنا وبعد ما رجعنا لكم نروح للمراسلنا بالعلوة ونقول له ألو أقول لك من وما هاصلكم بالعلوة؟ هاي خطيئة أمو يوميا طلحات ظهرية بالحر تجيب لأسعار الخضر والفوق كحوف هاي السالفة مني يقدم فقرة المكياج ألو؟ حبوشي؟ هايش طالع اليوم؟ مش تاقتلي شو عمري؟ إيه إيدها سمعتش؟ عوض بالله؟ شنو شو تحول؟ منو ياي؟ سعيدة بكفوش ترغم حرارة الصيف؟ هلو حبيبي طبعا إنتي من الزبائن القديمين عالاتصال مالتنا حبيبتي طبعا أنا اليوم حلو طالع مو؟ أكيد هذا المكياج حبوشي ابن عم سروشي أقول لك هو أكويش مقدمي صباحي بالعراق؟ قام قرم حتى سياسة أستاذ؟ هذا الحبيبش طبعا كل شلقيم غيري؟ لا 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 هذا رح أكتب لعلاج ووصفه خاصة الله يخبرني شوف هذا الصباح يشوف المدة ربع ساعة وثائقي يعني نشي نارجيغرافيك نعم ويا بياض البيض فقط حاضر أكيد الظهر طبعه على مدة نص ساعة مبي سي تون وياها صدر تجاج ناشف الحمد لله شوف نعم أكيد دعني أرى مجيد السامرائي مرتين بالأسبوع حسين ومرة صحر عباس حسين وإذا منام بالليل أمطي حلقة حلقتين هيل وليل أنا وزيرة الصحة ظهرتين أنا مورجنش بالشميس ارمي我不third حسين لساعة لن نن bit لنلتك م clapping stand new هاكي خذ هاي وعلي بعد أسبوعين قبل العشرة لا بابا قوم وطبعا بنهاية البرنامج أشكرا حبوشي على woody care واشكر ساعوشي على الميكياج وشكرا للمخلز زايوشي وحبوشي عايوشي ونموشي إعلاميين بزازين اشتركوا في القناة